السلام عليكم. أتمنى أنكم تكونوا في المرسل حوال عافية. اليوم إن شاء الله سوف نتعرف على أحد النقطة التي تخلقها مشكلة بالنسبة للعديد من الناس وهي أنهم يريدون أن يشارجوا بشكل روزيسيال على الإنترنت ويوصلون بشكل إيميل فيه ويريدون أن يحلوه ويخافون أن يكون هناك شيطرانجان ويكون هناك شيطران مجدار الذي يختار لهم الحسوب لهم. الكثير من الناس يكونوا ضحايا فيروسات الفيديو بسبب أن تكونوا تشارجوا بشكل موثوق من خلال هذه السوقات غير موثوقة. اليوم إن شاء الله سوف نتعرف كيف تستطيع أن تستطيع تشارجوا بشكل موثوق بلاني انفكت بشكل موثوق وتستطيع أن تجربوا حتى تتأكد مما أن الملف آمن عندك ساعة إلى أن تتخدم به في الحاسوب ديلك. هذه هي واحد تقنية مهمة جدا ووضفتها شركة مايكروسوفت وهي الويندوز ساند بوكس هذا الويندوز ساند بوكس كيمكننا أننا نستخدمه حاسوب وسط حاسوب وبالتالي فهينكلك أنك تنصر بشكل موثوق بدون ما خافت أن تختارك الحاسوب ديلك. كيفاش نفعله هذه الخاصية وكيفاش نستخدمه هذا الويندوز ساند بوكس إذا أول حاجة ندخلو الـ Control Panel من بعد نرى Program تنجيب Turn Windows Feature On & Off من بعد نقلبه على Windows Sandbox من بعد نقلبه من بعد نقلبه من بعد نقلبه من بعد نقلبه ونكتبه Windows Sandbox ثم نقلبه ونقلبه من بعد نقلبه Windows وسط Windows في حال تخدم بحال أي ويندوز حقيقي أو بحال الويندوز تقدر أنك تدخل المواقع تقدر أنك تتلشرجي تقدر أنك تحمل أخوتي 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 أتمنى أنكم استفتوا معي في هذه الحلقة دياليومة إلا استفتوا لا تبخلوش أليه بواحد لايك كومنتر زوين من طرفكم نشوفكم إن شاء الله في الفيديو قادم إلينا إن شاء الله في الفيديو